اشتركوا في القناة 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 البرمج الاوشن البرمج هو الاوشن اشتركوا في القناة كان الهوى الوحده أو كان معه فلود لبل أو كان معه الهوى في مسك و الكامل اللي احنا نشتغل عليه النهاردة هو الباتشز والباتشز هي الديفرينشيل بتاع الفوكين باتشز هما اثنين بس سلمونيا والنفوكشن هما الاثنين هم همو السيمترق في الأشعة بيبانو هزة الهدفاند ليجين هو شغر مليان هوى اللي احنا نسميها الهير بروكوغرام الهير بروكوغرام means that we are dealing with a pulmonic meridium of disease of alveolar nature, its name is consolidation and pneumonia is one of the causes of consolidation in the lung and these are different types of pneumonia as you can see this is the full lung in pneumonia consolidation the classic left lower low consolidation collapse and this is an upper lobe pneumonia consolidation also this is an example of left lower lobe pneumonia consolidation and you can see the classic sign اللي احنا نسميها الهير بروكوغرام if you look to the cardiac shadow and you can follow the cardiac border then you know that the lesion is not if you cannot follow the cardiac border through the obesity معنى كبن الوباستي كبن الهير بروكوغرام and this is in the upper lobe and we do not usually need the health of CT in cases of pneumonia unless there are complications but the classic appearance is quite seen in the plain films and this is an example of middle lobe pneumonia consolidation you see that you cannot follow the cardiac border meaning that this obesity is anterior and all what is anterior is in the upper lobe and the middle lobe but if you can follow the cardiac border then this is a lower lobe of obesity and here are the complications that may be seen with invasions with pneumonia including effusion البوايما بروكوغرورام فستلا لماتو سيز لوبوس ووراكس ابسس بروكس and lastly كبتالي رغوز of course many من الاطفال ما بنادرش لصورهم وموافين وبالتالي في بعض الاحيان منهد سباين فيلم ببيط لعب منظر الفيوجن اذا انظر كنا بيجيب أن ترى ويجب أن ترى الميزة في الأبنية تعرف انك شاءًا أنه لا يسعاد أرموني إنه أatan أحد لسعاد أرموني وأنتمه هذا هو صحيفي ويجب أن ترى في الأسفل أموروية أرموني أضل مقرار أفضل ثلاث الهدى رائد في المتعالي وأيضاً ترى في الأن أحد أعضل ثلاث ثلاث أجب أن ترى أرموني و يمكن أن تتعامل إلى البيئة وهذا هو مثال من المنمواني مع إبسلاتران بلورال إفزوجين تظهر بشكل ملسكسي تقريبا إلى البيئة و هناك أباستي كما شاهدنا بوكت تمشي على الكاردين بوردر وهذا أباستي هو مستيري التقريب 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 تظهر بشكل ملسكه و هذا يدعى تظهر بلورال إفزوجين في الأيام اللي فاتت كنا بالنعمل المنظر ده إجموديكيو بتسفل في حس المريض ينام على جمه فالميا بتسلع كده في الكوستفرينيك في البلورال إفزوجين ولكن في الفترة اللي إحنا فيها دلوقتي الألتراساوند يعتبر هو يعني أقوى ده بالإطلاق بالذات لو الشخص اللي مسك البروغ كان فاهم كويس قوي هو بيعمليه الألتراساوند يعتبر أرخص مودالتي من كوبيرد الإستيتي والإموار اللي بيقدر يروح للمريض في الحتة اللي هو موجود فيها سواء كان الإنتنسف كده أو خلافه ما بيحتاجش تحضيره ما بيحتاجش ثبغة وعنده دكترال فاسيليتي بيشوف بيها الفيسلز بلاس إنه هو دلوقتي مع الجودهاتس يعتبر ويجتد منж summer بنحط الألتراساوند وهذا هو التراساوند وهذا لSeгр HV ويجتد من الكتاب الملك وهذا لأربع من الكتاب الملك مهما كان الحق بالماء اللي بوجودة فيه كنت أرى أنه يمكنني أن أرى وطبعاً حياتكم عارفين الوقود اللي فيوجر مع النومونيا واحد من العلامات المشكويسة بالذات في الأطفال وبعض الكنتب بيقول إن الناس اللي بتتتحيز في المستشفى أقور ديكتو ديليتريجر والنيتريجر برضو بيقول المستني بس لما دكتور بريمي خلص التلفون وما عندنا بعض الناس تقول إننا نادر أننا نحتاج الـ علشان شخص الـ وبرطو حتى الليومونيا لأننا نحتاج إننا نشخص الـ بيبرر ثلاث مراحل المرحلة الأولانية اللي هي إنه هو يكون إكسوداتي ودي مرحلة الـ فيها مرحلة الـ فإننا نشخص المرحلة التانية اللي هي فايبرينو وبرولنت الفيوجين تحتاج بعض فايبرانس بانس وممكن تتقطع من خلال الـ أو الأسطرة اللي احنا بداخلين عشان ناخد بها البيوفيسي أو السامبين البانس وينات في هذه خلال ملحلة عمل لنقرار الـ على طريق آسطرة أو على طريق ملة ودي صورة لحظاتكم إستيتي موري ان الـ الأنقرار وره من التنقرار الفيوجين ودا بيفسر قويس قوي انك تحط أسطرة في العيان عشان تدمير الفيوجين طيب يجب ان تقيق من خلال تحذير لأن خلال تحذير لا يمكنك تقرير خلال تحذير عند تكون حذرا تحذير يحتاج بخلال تحذير يتعد فيها إلى 6 أسبوع بعد وفي هذه الحلقة يمكنك تقطع من أي شيء يوما وفي الوقت داوت فانت بحتك انكت تدخل المنزر عشان تقطع الفيبرس بات الموجودة في الفلوز ذات وتقدر تشغط الفلوز وهذا هو إثيوجن بالألتراسون مع لا باتاتاتات وهذا هو إثيوجن بالألتراسون مع باتاتاتاتات في الداخل ثم يجب أن تحتاج إلى إثيوجن للألتراسون لتعرفة المنزل لتعرفة إثيوجن أو لا ويجب أن تحتاج إلى إثيوجن إذا كنت تتوقع تدخل المنزل وهذا هو أفضل إثيوجن بالإثيوجن بالألتراسون مع تقليل المنزل إذا إثيوجن الزائد وإثيوجن يتعلق تقليل المنزل مع تقليل المنزل ثم يجب أن تحتاج إلى إثيوجن بالألتراسون المنزل إثيوجن والإثيوجن بالألتراسون المنزل يعني أن الإثيوجن بالألتراسون الكثير من الألتراسون المنزل وإثيوجن بالألتراسون المنزل عندما تحتاج إلى إثيوجن بالألتراسون المنزل ثم هذا هو أخرى من إثيوجن في الألتراسون المنزل في الألتراسون المنزل إثيوجن تحول إلى إثيوجن يجب أن يكونوا تحضن ثم تحتاج إلى إثيوجن وإثيوجن يتعلق مemsجن يجب أن تعمق للألتراسون المنزل من أجل المنزل أو أطريق الامراد صدري في إثيوغض الألتراسون المنزل الموضوع على الخير ، هذه هي أحد مشروع أنكم ويوجد الأدوية المنزيدة من المنزل بعد التنحيات للمنزل وهذا هو أشياء موضوع في الإجراء الأنزل من المنزل ونزل الجائحات العامية حيث يوجد مختلفة تحت لغاء موين ويضيح اللغة السلويات أو موينة صندوق من المشكلة هذه المشكلة تحت لد Hungary إذا كنت ترى المتخفيف من المشكلة أتبعون جيدا ويجب أن تحيط هذا بأسراره و بسرعة لكي لا تنظر هذه المشكلة وهي يسمى فبروثوركس ويجب أن تحيط المنزل والشركة المنزل والحصول على الرب والإنفعي من البيافرا إذا ترى هنا ويجب أن ترى الأرض في المنزل يسمى هذا بيوميثوركس لكنكم تعرفون أن الناس في المهيمة يتبع بثلاثة هصبت السبب الرئيسي هو الـ Intervention الـ حد يدخل إبرأ و حاجة في حول يشفط الـ Effusion السبب التالي هو الـ Gas-forming Organism والسبب التالي هو الـ Little bit, متشاف هو الـ Development of Procurural Fisture كمان اللومونيا وزي ما بتأفكت برورة ممكن تأفكت البريكارديا وتعمل بريكارديايتس رير اوي ان اللومونيا تعمل انفلاميشان وتؤدي الى التفاوية من ميدياستانيتس وميدياستان الابسس ذولت الثلاث أسباب بتوع الهوى قول المهيمة ايات روجينيك which is very common ايات روجينيك which is a little bit rare in the pediatric age group and after infection this is pneumonia after healing you got the deformation of nematocene a nematocene is a cavity in the lung filled with air with a thin wall it may be single or multiple and it may contain air fluid level if it is secondary infected and this is the CT appearance of a classic nematocene in the right lung and this is also multiple nematocene in the right lung associated with some pleural diffusion as you can see in the CT scan if the nematocene is secondary infected it will be turned into an abscess and an infected nematocene according to the literature is much 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 more common than a true lung abscess in the pediatric age group if you see the appearance like this it is possible to say that this is a secondary infected nematocene rather than a primary lung abscess and this is the nematocene once more by CT then pneumonia may develop central breakdown to form an abscess and this happens usually if the treatment is inadequate or the cause of pneumonia is not removed like as you can see here in the foreign body in the bronch then the breakdown inside the pneumonia transforming into an abscess is a little bit uncommon and this is one of the examples of a true lung abscess in the left lung of a child which according to the literature is considered uncommon when compared to the infected nematocene and this is another example of a lung abscess showing the classic appearance of a cavity well defined containing air as well as air fluid level then after antibiotic therapy you got almost clearance of the lung abscess as you can see in the follow up chest paper one of the complications of pneumonia is the development of bronchitis and this is because of the development of fibrosis and the traction on the bronch care ward there is also a little bit about it, there has been a large amount of blood I will have. I was so isolated If we are suspecting bronchitis from the brain cell we can go directly to the CT scan and you can see the exact bronchitic exchanges and you can see the distribution of upper lung and lower lung كله مع بعث سهل جد هذا هو نضف المضاني مع إنتراب المح�ات بحث عن كي وصف هذا هو السماع من المسكة تقدم المشاركة من المحافات والديوظات لا يوجد سيارة ونظر تقليق على الشاب والديوظات على أصبابي باستمرار للهرب لديوظات المدين وهذا اشترابي أتعار السيارة على القلب في نوارلو و this is the difference between air bronchogram which is usually seen in pneumonic batches and the detraction bronchiex seen in the long-lasting pneumonic consolidation this is ictatic air bronchogram and this is the usual air bronchogram another example of middle lobe consolidation and the CT scan showed ictatic bronchogram denoting the presence of bronchioiktatic changes الآن تنظلة هذا المهمة بالتعامل جانبية كمثلية مقرسة المصادرية هذه الشيطة أعتقد أنه يوجد أساسي مؤمنين في المدينة الهديرة ومثلت بحثة مبينة الهدفة التي تنظر مصادر المصادر and this pneumonic consolidation very quickly and very rapidly changes into cavities develop internal cavitations and these cavitations contain air and after adequate therapy by antibiotics a lot of fluids and so on then you got complete clearance of the lesion within two months this is seen everywhere in the internet and you can see this is pneumonia and after the second day it developed the cavitations and you see the clearance of the lesion after that this is also another example which is known as, this is not a on the axis, this is known as cavitating cavitary necrosis complicating the body and I will this is the CT scan of the previous case and you see cavities, you know and this is the CT scan and this is the CT scan you see that the lung has transformed into very big cavities as you can see here and there is no pulmonary tissue this is the sound lift lung and the patient had a previous chest x-ray before this one and this was the condition and you can see just pneumonia of the upper nerve containing air bronchogram as usual but very soon the patient developed this appearance and considering the possibility of cavitary necrosis complicating pneumonia the patient was adequately supported and treated and you got almost clearance of the lesion and what's very important for you is that this patient was treated before by neumonectomy and the histopathology of the alveolar of the alveolar of nutrition of the alveolar capillaries ولكن the literature بتقول برغم من edاوة cavitary necrosis يعني is irreversible to the lung but it heals adequately especially in the pediatric age group not in adults then this is another example there is neumonec consolidation then you got multiple cavities and you got final healing within two months of treatment and another cavities in the lung will include cavities with thick wall and this is the chronic lung abscess if you see the thick wall cavity containing only and this is a chronic lung abscess if it contains air fluid limit they call it some acute if the air is little and the bus is big then you call it acute lung abscess if the cavity has a thin wall and it is present in the middle of the lungs and this is the hematocene if the cavity has a thin wall and it is present immediately sub floral and this is an infeasimetous wall then this is the classic appearance of a cavity but this is not an abscess if you look to to the fluid here and you see that the fluid level is straight and this is straightforward diagnosis of lung abscess but if you look to the fluid level and you can find it wavy and this is not an abscess this is ruptured di that exists because the daughter cysts will float on the surface of the fluid level and form this wavy appearance what is known as water side and this is the classic appearance of lung abscess following the same criteria thank you very much